يا سيدي اسراء السلام عليكم. السلام وبركاته. فضالي قولي سؤالك. اه لو سمحت يا شيخ انا ماما اه هي ماما يعني هي مرات اخوية يعتبر هي سايفة انها بتامل حاجات ما بتجيبهاس. طيب. وان هي على طول على طول سايفها وحسة. هي عايشة معها? او. طيب. ما بيت عيلة يعني. طيب. اه فدايما طبعا ماما بتدي عليها دعا وحس يعني ما حد سقدر يسمعوه. طيب. وهي عندها يعني احنا عيالها بنات. طيب. احنا لما بنقول لها الدعا دا يتقلب على عيالك بتقول لها انتو بتقلفوا اللي انتو بتقولوه يعني. طيب. فانا هي طبعا اي حاجة مرات اخيات تعملها حلوة وحسة سيفها وحسة. طيب. فطبعا يا سيخ بس عزاك تقول لها ان الدعا الوحس دا يعني صعب. حاضر. صعب. حاضر. طيب. ارجع للست اسراء. وامي اسراء الغالية بقول لك يا امي قدري مرات ابنك دي بنتك. لو قدرتها ان يا بنتك هتشوفي كل حاجة وحشة بتعملها جميلة. مش زي ما بنتك بتقول كل حاجة حلوة بتشوفيها وحشة. حلوة وحشة بتشوفيها وحشة. وخضي بالك يا سيدي اسراء في البداية. لا الدعاء مش هيتقلب عليكم. لان ربنا ادنا مبدأ في القرآن الكريم. ألا تزير وازرة وزر اخرى. وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. يبقى كل انسان هيحاسب على عمله وعلى قوله وعلى لفظه. ما حدش هيتحاسب عن حد. لكن تعالي يا حاجة مؤسراء. اقف كده. واسمعي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. هي ما ظلمتكيش. وهي ما خدتش ابنك. زي ما حضرتك بصلها. وترفق بيها. وترقف بيها. لو هي غلط تعلميها. ابتغي بذلك امرا عند الله سبحانه وتعالى. خد بالك. الدعاء ربنا مش هيسمعه. ولا يقبله. لان ربنا سبحانه وتعالى بيقبل الدعاء بالخير. ما بيقبلش الدعاء بالشر. بيقبل الدعاء بالرحمة. ما بيقبلش الدعاء بالعذاب. ربنا كريم اوي. حتى في القرآن الكريم. صورة براءة. لما ربنا ابتداها بالبراءة. وبالعذاب. نزع منها البسملة. ما فيش فيها بسم الله الرحمن الرحيم في البداية. علشان ربنا ابتديها بالبراءة. وبالنار. وبالعذاب. وبأمور كثيرة جدا. ترهبها النفس. وتخافها الناس. عشان كده ما فيهاش بسملة. عشان كده يا ستم واسراء. بدل ما تدع عليها. ادعي لها بالهداية. ادعي لها بصلاح الحال. علشان ربنا لما يهديها ويصدح حالها. تهتدي عليك لو هي وحشة. وتهتدي على ابنك. وبعدين في النهاية. حتى لو مش عجباك. عجب ابنك. ولو مش سعيدة معاك. هي سعيد معاها ابنك. فياريت حضرتك تبتاعي ديني. وزي ما بقولك كده. ده امر نبوي. امر ديني. ستنا عائشة رضوان الله عليها. دخلت بيتي النبي صغيرة قوي صلى الله عليه وسلم. لدرجة ان هي كانت بتنام. واللعبة في حضنها. وصحابها يسيبوها بعد ما تنام. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشيلها. ويحطها في السريرها. ويحط جنبها اللعبة. تخيالي عائشة لو لها حمى زي كم اسراء. كان ايه حالها من غير ما تزعلي. كان زمنها اطلقت من اهو ديوم. رفقا. رفقا. فكما تدين تدان. والجزاء من جنس العمل. واليوم انت تقسين على هذه البنت. غدا سيقسى عليك انت. فتوب الى الله وارجعي قبل فوات الاوان.